اشتركوا في القناة الى رواية حدث ابو هريرة قال للاديب الراحل محمود المسعدي ففيها حدث كهلان قال لما ذهب اصحاب ابو هريرة والكلب خلون وكان لا يزال على بقية من مرضه تباطأت به وكنت على رأسه لا ابرحة فكان يحدثني حديث الميت يبعث كرها ويتوق الى موته فسألته يوما في شأنه بين الناس فقال عشت في الناس ثلاثين فلم ارى والله في واحدة منها الا ذئبا ينهش ذئبا او صاديا يشرب فيشتد صداه ولا خير في الوحوش ولا خير في النفوس الصوادي والارض في ذلك تنشئ وتعيد ثم انطلق به الفكر فكرهت ان اسأله حتى عاد اليه الكلام فقال اتريد ان تسمع خبر هؤلاء قلت نعم وخبر من عرفت جميعا قال منهم قوم هؤلاء الستة وليس من شأني ادخلتهم وكثيرا غيرهم جنات ووديانة فسجدوا لي ثم نظرت فاذا النعمة ترشح بالشر والكنود واذا هذا يفترش عرض ذاك فتآكلوا حتى ذهب اكثرهم وبقي نفر منهم صاح يا ابا هريرة طعامنا زقوم ثم عمدوا الى انفسهم فنهشوا ايديهم وارجلهم نهشا حتى ذهبت افواههم وانيابهم بعسادهم جميعا كالنار تأكلوا النار قلت وارتعت لا يجدون في فنائهم ما لم يجدوا في الحياة وقلت انه لا يشبع من روحه الجوع التقيكم بعد الجينريك